السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير او صواح الخير على حسب طبعا اللي بيشوف ويفتحني على الفيديو الجميل بتاعنا زي ما انتوا شايفين احنا دلوقتي في الوكالة البلح احب مكان لقلوبنا كلنا تمام اه جايبا لكم المرات دي حاجات حلوة اوي 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 خليكم معايا لحد اخر الفيديو عشان تعرفوا احنا هنمشي ازاي وندخل منين عشان توصلوا معايا للكنز بتاعنا الجميل بصوا يا جماعة انا موجودة دلوقتي فين انا موجودة في شارع زاك السماك معروف جدا ومشهور جدا وانتوا روحتو قبل كده معايا كتير اوي 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 تبع الوصف هنمشي في شارع زاك السماك ده على طول زي ما انتوا شايفين لحد ما يقابلنا على قدينا الشمال المأزانة الطويلة دي اللي هي مأزانة مسجد الشبراوي مسجد الشبراوي ده مشهور جدا 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 هناك في الوكالة محدش اكيد مش عارفه بالذات البيعين هناك والناس اللي بتروح هناك على طوله ومعارفين مسجد الشبراوي احنا تحت الكبري يا جماعة مش فوق الكبري عشان في ناس بتقول لنا انتوا بتبقوا فوق الكبري مش عارفة بتجيلي اسئلة جريبة وقسم بالله العلي العظيم لو واحد موجود ما كاني كان زا منه جاله شلال تماني لابعاد بصوا يا جماعة ركزوا عشان خاطر الاسئلة اللي بتيجي بعد اذنكم ركزوا عشان لو جالي سؤال على العنوان انا مش هرد ركزوا لو سمحتوا على العنوان انا اهو تحت الكبري عندي زاكي السماك زاكي السماك في وشي اهو عند اللمبة المنورة دي تمام وده الشارع بتاعه ده الشارع بتاع زاكي السماك هنمشي فيه على طول على اديكم الشمال بقى هقول لكم هنحوض منين عشان خاطر تعرف توصلوا بكل سهولة بعد اذنكم ركزوا معايا في الشرح بعد اذنكم خلصنا الشارع وصلنا لحد الجامع اهو الجامع هيبقى على شمالنا ده جامع او مسجد اه الشبراوي هو اسمه كده الشبراوي تمام جنبيه على طول دلع رجلك جنبي مسجد الشبراوي على طول محلك دلع رجلك او زي ما انتم شايفين بتاع الكوتشيهات اه الاوريجنال تمام وهو الشارع يا جماعة اللي احنا جينا منه تمام من عند مسجد الشبراوي هنبتدي بقى نمشي ومش هنمشي كتير ده هي حتة صغيرة جدا بالضبط بالضبط اقل من عشر سنواني وبصوا جماعة هندخل من عند مسجد الشبراوي تمام هنلاقي زي ما انتم شايفين محل الشيخ محمد محل الشيخ محمد احنا كنا مصورين عنده قبل كده اه من شهرين والناس راحت وشكرت فعلا في الحاجة والخامة والشيخ محمد هناك اللي بيبيع العبيات الخليجي اللي هي العبيات الاماراتي والكويتي والقطري تمام والصعودي هو متخصص في بيع الحاجات دي العبيات دي انا كنتم صورا لكم قبل كده عبيات بس كانت عند اه المحل اه درويش بس كانت عبيات اه مصري تمام وكتير منها ناس راحت وشترت وبرضو شكروا في الموضوع قوي فانا دلوقت بكمل معاكم عند محل الشيخ محمد اه لتاني مرة الشيخ محمد موجود كل يوم حتى يوم الحد موجود اه من من الظهر كده الساعة اثنى عشر يعني الظهر لحد اه العشاء لحد العشاء فما تتأخروش عليه هو موجود كل يوم انت مجرد بس ما هتدخلي محل مجرد بس ما هتدخلي شارع الاحمدين هتكسري بالزبط على يمينك يعني هتكسري اول ما تدخلي من شارع الاحمدين اللي هو اول شارع الشبراوي مسجد الشبراوي هتدخلي على طول هتكسري يمينك بس هتكسري يمين بعد ما تدخلي اللي هو اول شارع الاحمدين هتلاقي اه زي ما انت شايفة على طول معانا هو الشيخ محمد هو طبعا بنفسه اللي كان بيوريني العبيات عشان أعرف أصورها لأنه ما كانش ينفع أمسك الكاميرا وكمان أصور فصعب فهو كان قطر أخير ويعني كان ماسك لنا ماسك لنا العبيات بنفسه عشان خاطر نعرف نصورها عايز أقول لكم إن الشيخ محمد من الناس المحترمة جدا 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 عنده أمانة بجد والله العظيم في شغله الناس اللي بتطلب منه شغله كويس بيقول لها ده كذا وده كذا الشيخ محمد عنده تشكيلة رهيبة جدا من العبيات هتشوفوها معايا في الفيديو زائد كمان أسعاره إيه بقى أنا عارفة لأنتم مستنيين الأسعار بصوا يا جماعة الشيخ محمد عنده عبيات بمت جنيه ومية وخمسين جنيه تمام بس هو لسه بيفرز فيه والعبيات بقى اللي أنا بصورها دي بكام بمتين وخمسين جنيه العباية حاليا كلها كلها سعر واحد بمتين وخمسين جنيه العباية لما انتم ان شاء الله هتروحولو بإذن الله هتلاقوا عنده كمان تشكيلة اللي هي السعر الأقل دي هيكون بس فرزها هيكون هو حطتها بره على الستند بس احنا الأول حبنا نصور اللي هي بمتين وخمسين جنيه عشان كانت جاهزة معنا وغير كده كمان كانت الناس كتير طلبوها مننا طلبوا مننا العبيات الخليجي اللي هي يعني زي ما انتم شايفين التطريس بتاعها عمل ازاي وجمالها عمل ازاي ناس كتير طلبتوا مننا جدا العباية ما فيهاش غلطة ولو فيها غلطة هو هيقولك أو انت مثلا هترجعها أو مثلا هتقول له دي فيها غلطة هو هيقولك مثلا ممكن تتصلح أو ما تتصلحش فاهماني وفيه ناس بتاخد الحاجة على كده وهي تزبطها معرفتها العبيات تحفة جدا وجميلة جدا زي ما انتم شايفين مش محتاجة يعني شكرانية انتم مش أول مرة تعرفوا الناس اللي متابعاني من بدري مش أول مرة تعرف معي الشيخ محمد وحكته تمام انا برضو عشان خاطر تتابعوا معي حاجات الشيخ محمد أول بأول لو سمحتوا نزله التليجرام عشان احنا هناخد صور بعد كده وهنزلها على التليجرام حصريا بدل ما كل شوية نعمل فيديو احنا هناخد الصور أول بأول جديد وهنحطها على التليجرام واللي عايز حاجة حتى لو بالشحن ممكن نوصلها له شحن أولاين ما فيش أي مشكلة سواء جوة مصر أو برا مصر تمام ما فيش أي مانع تابعونا على التليجرام وحطو لكم لينك التليجرام ولينك البيجي الفيسبوك بتاعنا وعشان تشوفوا عليه العروض وكل جديد حصريا معنا لأن في حاجات هتلقوها على اليوتيوب وفي حاجات كتير جدا مش هتلقوها موجودة معنا على اليوتيوب صعب علينا نصورها من كتر التصوير يعني عشان احنا في فترة عروض وكده زائد كمان عايزاك وحطو لكم اللينك بتاع جوالاتنا كلها في الوكالة عشان خاطر اللي عايز روح هناك في الوكالة يعرف بالزبط هينزل فين ويروح فين ويشتري ايه سواء بقى كوتشيات او سواء عبيات او سواء حتى هدوم براهات ولانجري وطرح وملايات كل ده احنا صورنا في الوكالة جماعة والله العظيم ولسه مكملين معا الناس الحلوة دي معانا برضو مصورين ان شاء الله تعالى فبعد اذنكم هسيب لكم عروض الويت فرايدي اللي هو شهر آآ نوفمبر اللي احنا فيه ده وهسيب لكم كمان آآ العروض بتاعة الوكالة فبعد اذنكم آآ شوفوها وتابعوا الفيديو للآخر عشان خاطر تعرفوا بالزبط لما تروح وتشتروا انتو هتشتروا ايه تمام واكتبو لنا في الكومنتات اقتراحاتكم واكتبو لنا في الكومنتات اللي انتو محتاجين والفترة الجاية تشوفوه معانا هنصوروا طبعا بإذن الله تعالى انا عارفة لانتو عايزين اللبس الشتوي والملابس اللانجري اكتر في الوكالة والهدوم البيت يا حاضر انا عناية ليكم عرفت لكم كذا مكان وعايزة كمان فيه ناس طلبت مني الحاجات المنزلية كتير قوي اوعيدكم الفترة الجاية هيبقى فيه اسعار يعني متهودة واعروض حلوة جدا 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 بس بعد إذنكم تبخلوش عالينا في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان نيوصل لكم كل الإشعارات أول بأول معانا حصريا في قناة فيها حاجة حلوة هسيب لكم رقمي اللي انتو هتتابعوا عليه الحاجات الجديدة اللي هتنزل عند الشيخ محمد وفي الوكالة كلها بالصور حصريا زائد كمان العروض التانية اللي هتبقى موجودة بقيت السارة معانا هسيبها لكم برضو على الرقم اللي هو التليجرام وبعد إذنكم يا جماعة فعلوا التليجرام ودوسوا على اللينك عشان خاطر يصلكم كل جديد أول بأول معانا هسيب لكم بقيت الفيديو تتفرجوا عليه عشان خاطر أنا كده خلص معايا الشرح وخلص معايا الكلام عند الشيخ محمد موعيده كل يوم يا جماعة هقول لآخر مرة موعيده كل يوم متواجد حتى يوم الأحد حتى يوم الأحد موجود من الظهر من الظهر يا جماعة موجود لحد بعد العيشة بعد العيشة من نص ساعة يعني عشان هو بيصلى العيشة بعد كده وبيقفل المحل وبيمشي ده بالنسبة للأحد بالنسبة للأيام التانية موجود من الساعة عشرة الصبح أو عشرة ونص الصبح هو متواجد فبعد إذنكم بعد إذنكم ياريت اللي أنتو تركزوا في الموعيد وتركزوا في كل حاجة أنا بقولها عشان خاطر ما تسألوش أي حد في الشارع أو ما تسألوش على حاجة متجاوب عليها في الفيديو هي متجاوب عليها في الفيديو عشان بس بعد إذنكم احنا برضو بشر ومحتاجين اللي احنا نرتاح عشان نوفر جهدنا ده في الفيديوهات الجاية أما بالنسبة للناس اللي هي بتقول الناس اللي هي القنوات التانية اللي بتروح تقول اللي هما من طرفي أنا معرفش قنوات بوديها من طرفي ولو هقول ولو في قناة أنا هوديها من طرفي أنا بتصل على صاحب المحل نفسه وبقوله إن القناة دي من طرفي تمام وده ما حصلش قبل كده ماشي فبعد إذنكم عشان في بعض القنوات رحت وقالت اللي أنا اللي بعتاهم ولا بعت حد ولا اتكلمت مع حد ولا أصلا عرفهم تمام فبعد إذنكم ما تخلوش شكلوكم وحش انتو مش بتخلوش شكل maximize لأن هم عرفيني انتو بتخلوش شكلكو وانتو الويحش لأن انتو بتتكلموا باسمي وبتتكلموا كمان اللي انتو من طرفي وانتو ولا من طرفي ولا أصلا عرفكم وهم بيتصلوا بي يقولولي وانا بؤدح لهم وبأكد لهم المعلومة فبعد إذنكم يا جماعة اللي بينجح بينجح بإسلوبه بأخلاقه باحترامه اللي بينجح بينجح بإنك تتقي ربنا في الناس وإنك تتقي ربنا في الشرح اللي بتشرحه وإنك تقول كل حاجة في الفيديو اللي بينجح بينجح باتهاده وبتمييزه مش بينجح على سور يعني على سمعة حد أو على قفة حد زي ما بيقولوا كده بالمصري تمام فاللي عايزة تنجح هتنجح في وسط كل أي حد مهما كان السوق كبير هتنجح عشان هتكتهد وهتشوف ايه الصح وايه الغلط وهتتجنب الغلط وهتعمل الصح وهتتعلم من كل واحدة الحلو اللي فيها نصيحة لكل قناة بتتفرج علي أنا ما عنديش أي مشكلة أنك تصوري في أي مكان أنا بصور فيه ما عنديش أي مشكلة بس بعد إذنك ياريت فيه احترام اللي أنا أصلا معرفكيش أساسا تمام وأنا ما عنديش أساسا تواصل حاليا مع قنوات على اليوتيوب يا جماعة أنا ما ليش معاهم أساسا علاقة أو تواصل واللي لي معاهم علاقة أو تواصل بيطلعوا معايا في البسر مباشر بيسلموا علي وبسلم عليهم قدامكم تمام غير كده أنا ما ليش أي علاقة بأي حد على اليوتيوب عشان بس ما حدش يعني بعد كده يقول كلام على الثاني أو يتكلم على الثاني في أي حاجة بعد كده فالناس اللي ليه علاقة بيه أنا بطلع في البسر مباشر بيبقوا معايا غير كده لا تمام فبعد إذنكم بعد إذنكم حدش وفيه ناس بتروح تقول إن هي جارتي طبعا الموضوع ده أنا فهمت وكل البعين عليه أنا ما ببعدش جراني لحد ولما هما بيروحوا جراني أو قريبي البيعين بيبقوا عارفين لأن أنا بكلمهم بكلمهم بنفسي وهم هناك فما تحطوش بعد إذنكم يا متابعين ويا القنوات في موقف محرج وموقف يسبب لكم سوري يعني قلة أدب أو قلة احترام من الناس البيعين أو أصحاب المحلات لأن هما مش هيسكوتوا على الحاجة زي كده بعد كده لأن هما عارفيني وعارفين أسلوبي وطريقتي وعارفين شخصيتي فمش هيسمحوا بأي تجاوزات فيا ريت نحترم بعض ويا ريت كل حد يتكلم في حدود نفسه وبس اللي أنا بقول عليه هو ده اللي هيبقى موجود اللي ما قلتش عليه مش هيبقى موجود وصاحب المحل بيشوف الفيديو طبعا قبل أي حد فيكم فمش عايزين بعد إذنكم تجاوزات عشان خاطر ما تسمعوش ما لا يرضيكم تمام؟ وبتمنى يا رب الخير للجميع وربنا يوفق الجميع وربنا يا رب يوفق الناس كلها ومستنى اقتراحتكم وقراءكم في الكومنتات وأسفل لو كنا طولنا عليكم وكل عروض وانتم طيبين يا رب وفقتان بصحة وحال ومبسوطين معنا في قناة فيها حاجة حلوة وان شاء الله تفضل فيها حاجة حلوة عشانكم وبيكم وليكم وفي مصر بإذن الله حصريا كل حاجة حلوة ربنا يحرصها ويحميها ويحمي كل سائر بلادنا العربية يا رب وينصرنا على من يعدينا اللهم أمين اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة